ونسمع القصيدة على ريتي يا حمد اه اوكي يعني انا مش حفيزة او بس يعني واحدة واحدة كده مع بعض كده بقول كبرت وكبر الحلم جوايا وامي وامي كانت هي البداية كل خطوة خطتها كنت فيها معايا يا امي كل خطوة خطتها كنت فيها يا امي معايا كل باب طرقته كانت خطاك بتسبق خطايا اتحملت كتير علشاني وشلتيني في سنين عيايا لعمرك كليتي ولا مليتي ولا قلت كفايا عمر ما كانت العلاج ولا الطب هو السبيل لشفايا دعاك يا امي وصبرك كان هو دوايا وعمري ما انسى اليوم اللي قلتلي فيه وعمري ما انسى اليوم اللي قلتلي فيه ما تخافش انا عشانك بيع اللي قدامي واللي ورايا ما انت أملي في دنيتي ما انت أملي في دنيتي وكل مناية قوتي باستمدها من قوتك انت سر قوتي انت سبب صمودي للنهاية امانك بيا يا امي امانك بيا يا امي خلت موحي ملوش حدود ولا نهاية ومش هنسى يوم ما قلتلي قائمين على الموضوع تبني احمد ويعمل برنامج ويبقى بتعامل مع الجمهور ويبقى عنده الفكرة هو بيعملها او تحط الدمالكه في دماغه لو عملنا كده دي احمد تبع حاجة لزيزة او امتهاي انا طبعا انا عندي افكار لبرامج كتير جدا انا اعتقد يا احمد انه هيحصل للموضوع ده احساسي ان احنا هنسمعك في الراديو قريب بتقدم برنامج يا رب نصدر احمد رحمة بنشكره وسعيدنا بيه جدا انا اسعد والله اهم حاجة الاوتوغراف لا هعملناك الاوتوغراف اللي انت عايزه عنها الاثنين بس ما ننساش ان عندنا طاقة وعندنا موهبة عايزين نتبنى شكرا احمد رحمة شكرا الله حضرتك شكرا حبيبي